كمان عايز اعكد لحضراتكم كل الكلام اللي اتقال على جوائز مونديال الانداف امريكا 18 مليون و25 مليون و40 مليون كل الكلام ده عاري تمام من الصحة حتى الان الفيفا لم يرسل اي منشور او اي خطاب رسمي بيتكلم على جوائز او مكافئات مونديال الانداف الورد المتحدة الامريكية تليجراف بتجتهد الناس كلها بتجتهد كل الناس تجتهد ما فيش مشكلة ولكن تفاصيل رسمية لا انا كان عندي معلومة قلتها بلكده ان جوائز الفيفا اللي منحيتها للمنتخبات في قطر 9 مليون دولار نظير المشاركة دي وصلتلي من مصادر في الفيفا ولكن انا قلت حضراتكم مصادر وليست معلومات لكن المعلومة الرسمية لغاية اللحظة دي الاهلي لم يتلقى اي تفاصيل عن مراسم القرعة كتصنيف ولا كمان جوائز الاندية اللي هتشارك فيه مونديال الاندية في امريكا ولكن عايز اعكد لحضراتكم ان الفيفا بيحضر لمفجأة في مراسم القرعة طبيعتها ايه تفاصيلها ايه ايه الفكرة بتاعتها لسه ما عنديش تفاصيلها بس من مصادرنا وده خاص للترند ان الفيفا بيحضر لمفجأة على هامش مراسم قرعة مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية هل مفجأة في الحضور هل مفجأة في من سيسحب قرعة البطولة كل ده اكيد تفاصيل هنستنى ونعرفها بس لو عرفناها قبل القرعة اكيد مش هنخبئها على حضراتكم ونقول لكم كل تفاصيلها في الفترة اللي جاي